ومستمرين مع صديقنا الهبيد الكائن الهبيد ده كائن موجود على السوشيال ميديا بيهبت في أي موضوع وبيتكلم في أي كلام ففيش أي حاجة ما يعرفهاش أي كلام هتتكلمه معاه وأي موضوع هتفتحه هتلاقيه دايس معك فيه صديقنا الهبيد ما يعرفش أبدا يقول ما عرفش ودلوقتي هنشوف يا ترى صديقنا الهبيد كان بيهبت في إيه بقاله سبوع صديقنا الهبيد مزاج رايق فتح السوشيال بتاعته لقى قدامه بوست بيتكلم عن محمد صلاح عمل إعلان بيجري فيه وراء بنته لمدة 44 ثانية خد فيه ملايين وأنا بقالي سنين بجري ومخدتش غير 44 جنيه صديقنا الهبيد سخن وتحمس وبدأ يهبد ويناقش في الموضوع ليه كده وليه الظلم ده وليه محمد صلاح ياخد المبلغ ده كله على إعلان بسيط بالشكل ده ليه ما يبقاش فيه توزيع عاد وليه 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 وعمال يهبد بقاله كم يوم طب تيجي يا صديقنا الهبيد نتكلم مع بعض بهدوء ونشوف قصة محمد صلاح محمد صلاح حامد غالي من مواليد سنة 1992 بقرية نيجريج مركز باسيون وحافظة الغربية من وهو عنده 12 سنة وهو بيجري يعني مش بيجري دلوقتي في إعلان بقاله كتير قوي بيجري بيجري من قرية نيجريج يركب مواصلة لحد مركز باسيون ومركز باسيون ياخد مواصلة لحد القاهرة ومن القاهرة يركب مواصلة كمان لحد نادي المقاولين يتدرب ويرجع تاني نفس القصة دي وكل يوم نفس الحكاية لحد محاله وصيب على المسؤولين في نادي المقاولين وقدروا يوفر له سكن بجوار النادي وبعد كده تصعد الفريق الأول في موسم 2010-2011 ولعب مباراة قدامي الأهلي وانتهت بالتعاود الواحد-واحد وكان هو اللي أحرص هدف المقاولين بعدها المنتخب الأولومبي واللي كان فيه محمد صلاح بيلعب مباراة مع فريق بازل السويسلي مسؤولين بازل شافوا محمد صلاح قالوا ده موهبة ما يتسكتش عليها وتعاقدوا معاه لمدة أربع مواسم العجب في الأمر أن محمد صلاح كان راح قدم في اختبارات نادي الزمالك واللي رفضوا هو رئيس نادي الزمالك وقتها ممدوح عباس رفضوا بداعي أن مستوى محمد صلاح ما يؤهلوش للعب في نادي الزمالك كان ممكن وقتها وكأي شاب بلص صغير موقف زي كده يحبيته جدا لكن محمد صلاح عشان عارف هدفه كويس وشايف حلمه كمل وما وقفش محمد صلاح لما راح بازل وتقلق في أول موسم وخاد معهم دوري وكاس وكمان خاد أحسن لعب في سويسرا موسم 2012 2012 لفت أنظار عمالقة الدولة الإنجليزي ليفربول فضل يفاوض محمد صلاح لمدة شهرين لكن محمد صلاح والعجيب أنه اختار تشيلسي راح تشيلسي وتحت قيادة سبيشال ون جوزي مورينيو محمد صلاح قعد على الدكة ولأن محمد صلاح طموحه ما بيقفش أنه يلعب في فريق كبير لا محمد صلاح عايز يبقى نجمي عايز يلعب فرح فترة إعارة لمدة 6 شهور لفورنتينا الإيطالي كالعادة تقلق جدا فبعدها راح إعارة لعملاق إيطاليا روما الإيطالي ولعب معهم موسم وتقلق جدا وأحرص 15 هدف 15 هدف للعب مصري في الدوري الإيطالي حاجة ما حصلتش قبل كده رجع مين يتفاوت معاه تاني بعد كده ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وقع المرة دي مع ليفربول ومن يومها وانطلق صلاح وبقى يقلت ليفربول وبعشوق الجماهير الجماهير بتتغنى باسمه ليه قصة محمد صلاح محمد صلاح بيجري وراء حلمه بقاله كتير أنت يا صديق الهبيد بيجري وراء إيه إيه حلمك إيه طموحك الراجل جري وبدأ يحصد الثمرات أنت بتجري وراء حلم بتجري وراء طموح ولا بتهبت بس على السوشيال ميديا صديق الهبيد وفي ساعة عصاري ومزاجه رايق ومزاجه عال فتح السوشيال ميديا ولقى قدامه بوست بتكلم عن طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي ده دكتور موجود في الغربية الكشف بتاعه عشرة جنيه فقط لا غير صديق الهبيد استغرب جدا ولسه هيشكر في الراجل لقى في ناس بتهبت بتقولك ايه الدكتور ده وايه شكله ده وايه لبسه ده وايه هيئة اللي ظهر بها دي وكمان ايه العيادة بتاعته القديمة دي فصديقنا الهبيد بدأ يقتنع بالكلام وقول الله طب ليه الدكتور ده شكله كده صحيح وليه هيئته كده وليه ما عندهوش عربية وليه عيادته الحد دلوقتي بالشكل ده وبدأ صديقنا يهبد مع الهبيد والهبد بقاله اسبوع على الدكتور محمد مشالي مش على اعماله الطيبة لكن على شكله وهيئته وعيادته مين هو طبيب الغلابة ومين هو الدكتور محمد مشالي الدكتور محمد عبدالغفار مشالي من موليد البحيرة سنة 1944 أربعة واربعين أبوه كان مدرس وانتقلوا من البحيرة للغربية التحق بكلية الطب وتخرج منها سنة 1967 وجد تكليف بتاعه وكعادة الأطباء في الأرياف والوحدات الصحية المنتشرة في جميع نحاء الجمهورية وأول عيادة خاصة به فتتحها سنة 1975 ومن يومها والكشف بتاعه كان كشف بسيط جدا استمر الكشف بتاعه فترة طويلة جدا بخمسة جنيه وقريب بقى بعشرة جنيه ليه؟ بيراعي ظروف الغلابة وزي ما هو بيقول دي كانت وصية أبوه أبوه وصى على الناس الغلابة الدكتور الكشف بتاعه بعشرة جنيه بس وهو قات الناس البسيطة اللي بتجيله معهاش تمن الكشف البسيط ده فبيعالكهم بالمجان وكمان بيديهم العلاج على حسابه بيحكي الدكتور المشالي عن موقف حصل وهو بيخدم في وحدة ريفية الموقف ده هو اللي غير حياته بيقول الدكتور المشالي وعلى لسانه أيوا في موقف معين هو اللي خلالني غيرت تماما بقيت إنسان آخر حاجة فكر فيها المند كان فيه شاب الغير كان فيه طفل عنده 11 سنة 11 سنة كل ما افتكر الحكاية دي أغير عنده 11 سنة مريض بالسكر مريض بالسكر بعدين جاء لأمه ماما هبتلي حب مثل الأنسولين حسنونا داي أمي سألش كباب لو جبتلك حب مثل الأنسولين وولدك مش عايق إخواتك مش عايق الفلوس اللي هنا على قد الأكل والشعوب فالوالد رح طلع في السطوح رح بولح في نفسه وهو بيبط قال لها أنا ما ودت نفسي علشان أفوه وفر الإخوات في حائل الأنسولين علشان وأنا جريت عليه إنا دوني جريت لقيتهم مستضح في الراحة والحرق والحرقية مشكة فيه رح تجايب المستضية ومشكوا حضنا ونبوني 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 وبسبب الموقف الدكتور مشالي وهب كل حياته لخدمة الغلابة والفقرة والمساكين تيجي بقى السوشيال ميديا وسبب طبيعتها اللي بتسيب كل شيء حسن وتمسك في السلبيات سابوا كل الموضوع ده وسابوا كل القصة الجميلة دي ومسكوا في ملابس الرجل وهيئته وشكله وشكل عياته ياريت كنوا بصوا على الجانب الإيجابي وشجعوا الفكرة عشان يظهر الدكتور والثاني والثالث وعلى فكرة في كل عنحاء الجمهورية هتلاقي دكتور واثنين وثلاثة زي كده وممكن أكتر كمان لكن الدكتور مشالي ربنا أراد له الشهرة دي يمكن تكون مكافئة ليه ان الناس كلها تعرفوا بعد خدمة طويلة جدا للفقرة والمساكين ودلوقتي مفيش حد ما يعرفش مين هو الدكتور دكتور محمد مشالي وكناموذج بسيط يدلك على ان النموذج ده موجود لكن للأسف قول إيلين اللي يعرفوا عنه في دكتور فأسيوت في مركز منفلوت اسمه الدكتور حناء ده برضو دكتور متخصص واهب نفسه لخدمة الغلابة كشفه بقاله أربعين سنة لخمستاشر جنيه فقط وكمان أوقات بيجيب العلاج على حسابه للفقرة فالنماذج موجودة لكن احنا كدنة نشجع ونبرزها ونخلي الناس تعرفها عشان نظهر لنا واحد واثنين وثلاثة في زمن طاغت فيه المادية جدا على مهنة محترمة زي مهنة الطب فهتلاقي الكشف بمبلغ وقدره كمان تلاقي عادة الكشف بمبلغ وقدره فخلينا نشجع نماذج اللي زي كده ونناقش الإيجابيات ونبد عن السلبيات ونلاقي صديقي الهبيد صديقي الهبيد قاعد قدام التلفزيون فشاف إعلان مدينتي إعلان بيتكلم عن مدينة متكاملة نموذجية فيها كل الخدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنحية الأمنية فيها متقدمة جدا خدمات نموذجية والجودة فيها في القمة صديقنا الهبيد الإعلان استفزه بشدة ورح فتح السوشيال بتاعته وكتب نقد جديد في الإعلان إزاي زيه إعلان زي كده إزاي ما رعوش مشاعر الفقرة إزاي وإزاي وإزاي تعال يا صديق الهبيد نتناقش بهدوء وبالراحة ليه أنت بتنتقد الإعلان زي كده؟ إعلان بتاع مؤسسة بتعلن عن المنتج بتاعها فالطبيعي جدا إن المؤسسة هتبرز كل النواحي النموذجية اللي في السلعة بتاعتها لكن لو الإعلان استفزك في بعض الأرفاظ زي ما أنت بتقول وشايفها عنصرية شوية في نظرية في الإعلان اسمها نظرية عقيدة الصدمة دي بتعتمد على إيه؟ إنه يصدمك بحاجة معينة في الإعلان يخليك تستفز وبعد كده تبتدي تتناقش وتتحاور وتهبد على السوشيال ميديا زي ما أنت عايز فالاسم بتاع السلعة يتردد ما بين الناس كله دلوقتي بيقول مادنتي 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 بوستات كوميكس حوارات هبدات زي ما تقول قول الاسم سمع والاسم تكرر كترة جدا وده يعتبر مقياس للنجاح المعلن ونجاح للسلعة أما يا صديق الهبيد أنت الحاجة الوحيدة اللي منعك أنك تسكن في مكان زي كده أنك أنت غير جاهز ماديا للحاجة زي كده وإلا في أي حد مننا يتمنى ويحلم أنه يسكن في مكان وتكامل فيه الخدمات بالشكل ده آمن على نفسك آمن على عائلتك وتوفره لك كل الخدمات أنا ممكن أتفق معاك في حالة واحدة بس أنك أنت لو بتقارن مادنتي بالمجتمع نفسه بتاعك وبتحلم أن المجتمع اللي أنت عايش فيه يوصل لدرجة الكمال زي ما دنتي وقتها نعرف نتناقش ونهبد للصبح مع بعض وساعتها هأيدك غير كده يبقى كله هبد في هبد وتضيع للوقت ولا إيه يا هبيد؟ صديق الهبيد دخل السوشيال ميديا لقد دنيا كلها مقلوبة على عمرة أديب يهاجم شيخ الأزهر دخل سمع الفيديو اللي هو فيديو صورة ثابتة ووراها صوت وشايف عمرة أديب عمال يهاجم في الشيخ الأزهر وبأسلوب لا يعليق أبدا صديقنا الهبيد يتحمس جدا وبدأ يشتم ويهبد لدرجة أن صديقنا الهبيد لما حاب يستدل على فساد عمرة أديب صديقنا الهبيد وهو يدفع بنفسه عن الشيخ الأزهر جاي بفيديوهات لعمرة أديب وهو بيرقص مع أمراته وأصحابه وهم في مكان فيه خمور ومشابه فانت بتدفع عن الشيخ الأزهر بالصورة اللي زي كده وبالفيديوهات اللي زي كده ينفع كده يا هبيد وبعدين مش تدي نفسك شوية وقت الأول وتشوف ايه الموضوع انت لو فكرت شوية هتلاقي ان الفيديو ده بقاله خمس سنين فلازم تفكر ايه اللي يخلي الفيديو زي كده يظهر في الوقت ده اشمعنا يعني ايه السبب ومين اللي من مصلحته يظهر حاجة زي كده في الوقت ده مين من مصلحته يعمل شغف فكري في الوقت ده بالزال وبعدين عمر أديب خرج بنفسه واعتذر عن الكلام اللي قاله وشرح ان الكلام اللي قاله كان في سياق معين وقتها من خمس سنين ولكن حابب ان انا اقول انه الفيديو الذي يتم تدوله الان عن ما قلته عن فضيلة شيخ الأزهر كان من خمس سنوات وهو الان تم فبركته وكان في سياقا تاريخيا اسودا كان الوقت ده العمليات الارهابية شديدة وكنا في حالة عصبية وحالة توطر وكنا القانين وكنا بنتكلم عن الخطاب الديني فليه يظهر دلوقتي فكر شوية يا هبيت مش كل حاجة تهيص فيها كده ولا الهب ده عندك مزاج وغية من ضمن الاخبار الحزينة اللي شفناها الاسبوع ده هو خبر وفاة الشيخ الطبلاوي الشيخ الطبلاوي اخر عن قيد مواهب مصر واخر عملاق من عمالقة مدارس مصر في القراءة الشيخ الطبلاوي اللي جيه بعد مدرسة عظيمة جدا ضمت عمالقة من القراءة المصريين ورغم كده اسس مدرسة خاصة به في القراءة وفي الصوت الشيخ الطبلاوي صاحب الصوت القوي والصوت اللي يمس القلب مباشرة كنا نتمنى انها تكون اشاعة زي ما طلعت اشاعات كثيرة عن وفاة الشيخ ولكن للأسف تأكد لنا خبر وفاة الشيخ رحمه الله الله يرحمك يا شيخ طبلاوي ورحمه اسعة ويجعل ما قدمته في ميزان حسناتك يوم القيامة ويجزيك الله عننا وعن الإسلام خير الجزاء ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فانكر الله عند المشعر الحرام وانكره كبارتكم بكده أكون وصلت معاكم نهاية حلقة النهاردة من هبادات صديقنا الهبيد يا ترى الهبيد كان بيهبت في شيء تاني ونحن لم يخدنا بالنا منها ياريت لو في هبادات كان بيهبت فيها صديقنا الهبيد تسموهونا تحت في الكومنتات ولو لسه مشركتش في القناة لو سمحت انزل تحت اعمل سبسكرايب وما تنساش اللايك والشير أشوفكم في حلقة جديدة وهبادات جديدة من هبادات صديقنا الهبيد في الهبد في سبوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته